مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ومتوصلين معاكم في فقراتنا يمكن زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة ان حديث الساعة هو التغيرات المناخية وفيه اهتمام واضح بقضايا التغيرات المناخية لانها اصبحت متعلقة بالامن الغذائي لكن قلنا ان الدولة المصرية اتخذت طرق بديلة طرق استباقية علشان تقدر اللي هي تواجه القضية دي من خلال التوسع في الاراضي الزراعية وعملت مشروعات استباقية مشروعات تقدر اللي هي تتصدى بها لأي تهديد ممكن يأثر على ابنها الغذائي تحديدا خلونا نعرف تفاصيل اكتر ونقرب من المشهد من خلال الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان واستاذ البيولوجي وصحة البيئة ومؤسس تحلفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندي أهلا وسهلا أهلا بك دكتور خالد في البداية عوزينا نعرف من حضرتك إزاي التغيرات المناخية تؤثر وتنعكث أو تلقي بظلالها على أزمة الغذاء تحديدا خلينا في البداية نحيي سيادتك لأننا استماعت للحديث في افتتاح الحلقة وهذا الوعي نحتاجين إعلام واعي بالفعل لأن الرأي العام مهم جدا وتعبئة الرأي العام هو دور مهم جدا للإعلام قضية التغير المناخي كما قلت سيادتك أنا المخصص كأستاذ علمبيئة ليست قضية الساعة التغير المناخي قضية أكتر من 120 إلى 150 سنة نحن نتكلم ما بعد الثورة الصناعية 1850 إلى 1900 هذه التغير المناخية اللي فشل قادة العالم على فترات كبيرة جدا للتصدي لهذه الكارثة المحققة أنا فاكر كويس أوي أن وزير البيئة الكندي في سنة 2004 قال كده بنفس اللفظ إذا كان العالم يحارب الإرهاب فأن التغير المناخي أصعب من الإرهاب إذا كان الإرهاب سيؤدي إلى 500 مليون لاجئ لا هذا فيه مليار لاجئ سيحدث النظر للتغير المناخي التلوث البيئي ليس قضية محدودة لكن من يؤثر في أقصى الشمال يؤثر في أقصى الجنوب ومن يتأثر في أقصى الجنوب وهذا بالعكس ولذلك نشعر الآن في هذه الأيام بالتغيرات المناخية التي كانت عبارة عن حصيلة سنوات طويلة جدا من بعد الثورة الصناعية فإحنا نهاردة الدول أنهي دول متأثرة وأنهي دول متأثرة إحنا العالم العربي والأفريقية كلها لا تتعدى 1% من حجم التأثير الذي يحدث في هذه الأيام سأنا ممكن أقول شيئا هنا من وجهة نظري أرى أنه لا يوجد أحد يتأثر لأنه كل يتأثر لا أقدر لنا أعد دول التي تتأثر من التغيرات المناخية ودول المؤثرة هي أكثر دول نمو محمد تتكلم على أقصد دول الدول التي أقصدها ضعيف لا يمكن أن تتصدى للتغيرات المناخية صحيح إحنا لما هذه القفزة الكبيرة جدا لأربعة مليون فدان وصلنا لغاية 11 مليون أردب يعني عملنا تقطيع 62% كان زمننا دلوقتي بعد ثلاث أزمات أكثر ثلاث أزمات مرت على الكون كورونا وهي أزمة خطيرة وله زال ما بين الدول والتواصل الانتهى نمرة 2 الحرب الأوكرانية الروسية التي هي سلة الغلال ثلاثة التغيرات المناخية التي حدثت في السنوات الأخيرة لو لمصر كانت لديها سياسة والقيادة السياسية وعية كان حلنا النهاردة إحنا ندينا مخزون استراتيجي 6 أشهر من الأمح نفس النظام إحنا بنقوله في محاصيل أخرى ذات أهم ميزات دورها لما تكلمت دورها السفراء إحنا لا نزال لا نزرع أكثر مليون فدان حصلتهم 3 مليون أردب إحنا محتاجين 12 مليون أردب دورها سفراء وعشان كده استراض الغلال الخاصة بتغذية الانتاج الدهجيني هو ده العمل الارتفاع الرهيب في أسعار البيض وأسعار اللحوم فإحنا عايزين فعلا إذا كان هناك اقتصاد قوي إذا كان هناك واعي من الشعب هيبقى تغير الوضع لكن الدول الكبرى لديها إمكانات كبيرة وممكن تتصدى بها للتغيرات المناخية وأسارها القطيرة جدا طب إزاي يقدر المواطن يتصدى لهذه الأسماع؟ والله الوعي العام إحنا بقوله إحنا كنا نتحدث عن قضايا البيئة من أكثر من 20 سنة ولعندي كتاب في علوم البيئة الفصل الثاني كانت تكلم عن تغيرات المناخية كنا نتكلم لكن كانت كلم موضوع كموضوع رفاهية تدفيع فالنهاردة هذا الوعي العام أنا بتكلم الوعي العام وتعبئة الوعي العام على مدى عام للسعداد الأهم وأخطر وحدث حصل على تغريخ المعاصر وهو أن مؤتمر يحدث على أرض مصر مؤتمر الأطراف كوب 27 هذا مؤتمر اللي نبعتبره يعني نقطة فاصلة في حاتر مصريين ليس فقط لشعور العالم بالأمن والأمان الموجود في مصر ولكن لوجود 120 دولة على تربيزة واحدة لإلزام والتزام تعريف الدول لا مواجهة الدول الملوسة في 20 دولة ملوسة على الملوس أن يدفع تلويس والبيئة نمر واحد نمر اثنين تعريف الدول من خلال ليس فقط الحكومات المجتمع المدني أن كل منتهى السعادة لمجتمع المدني متكاتف النهاردة عندينا عشرات ومئات الفعاليات التي تحدث خلال الأيام قليلة جدا من مؤتمرات ومعسكرات ومن ورش عمل بتحدث على أرض مصر ليس فقط في الجامعات وليس فقط في المؤسسات الحكومية ووزارات ولكن أيضا من خلال مجتمع المدني هذا التعبئة شعب كله منتظر كوب 27 هذا التعبئة للرأي العام هامة جدا شعور لما يكون هناك شعور وطني جمعي من المواطنين على أثار وخطورة هذا التغير المناخي أبسط ما يمكن هو التأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان ضعف المناعة من أول إنفلوانزة لغاية الكانسر هو ده تغيرات مناخية لما نتكلم النهاردة لا ده مستقبل الدولة كله موجود في التوعية الوعية الآن صحيح دكتور خالد خليني أسأل حضرتك إزاي نقدر إحنا نتخلص من اختلال التوازن ده علشان نقدر إحنا نحقق الأمن الغذائي في ظل هذه الزروف ليس هناك سواء التحول الأخضر ليس ضمن حل كلكده سواء في الزراعة أو في الصناعة أو حتى في المدن الخضراء إحنا محتاجين زي ما قلنا دلوقتي النهضة تبقى نهضة شاملة ليست حكومات ولكن مجتمع ومواطن يشعر بهذه النهضة أنا أريد أن أقول إحنا الزراعة إحنا في تغيير سيستم كامل لطرق الزراعية والاستخدام ثم من خلال التكيف من خلال إنتاج سلولات تتكيف مع التغيرات المناخية تحمل درجات الحرارة المرتفعة تحمل الملوحة العالم اللي هي متوقعة 100% إحنا كل المتكلم فيه درجة ونصف مقوية من بعد الثورة الصناعية العالم كله في 2015 مؤتمر بريس كله اتحدى على أن لا تزيد درجة حرارة درجة ونصف 2016 وصلنا لدرجة ونصف درجة حرارة الأرض التفاعل ثم عادل إحنا بقول إخوانا إحنا مش عايزين نوصل لهذه الدرجة نعيد تاني هذا التغير لغاية 2025 طبعا ده ممكن يحدث مع الاستمرار في ضخ خازيم لوسات غازات الاحتباس الحراري لأخطر غازات ليس هناك دولة تنجو أو يمكن تقول لهذه الدولة غير منتجة لغازات الاحتباس الحراري لكن درجات مختلفة لكن بقول غازات طول ما فيه غازات احتباس حراري طول ما يوجود التغير المناخي نعم طيب نقدر نقول أن التأثيرات المناخية التأثيرات غير المباشرة بتتعلق تحديدا بالعلاقات الاجتماعية بالعلاقات الثقافية بأيضا الأقليم طبعا فيش كلام أنا عزي أقول أنه التغير المناخ ألقى بزاله على كل المناخ سواء ثقافية أو اجتماعية أولا أنه التغيرات المناخية اللي أدت إلى هذا الزخم في الرأي العام وده فعلا هي حسة الرأي العام على أن يكون هناك توحد أدى النهاردة اللي أتكلم أنه علاقات الاجتماعية خلنا نتكلم عن مستوى الاقليم مع المستوى أفريقيا نحن نهاردة هنخرج من هذا المكان إلى مؤتمر هام مؤتمر المناخ بي يتحدث عن تغيرات المناخ على تأثيراتها على أفريقيا معانا دول جالية جنوب سودان هذا التوحد فعلا في الرأي العام هو اللي بيجي رأي عام وإحنا شفنا مصر قل بأفريقيا من بعد 2014 إيه اللي حدث؟ النهاردة مصر تصدى لجميع المشكلات الأفريقية نحن نحتاجين فعلا تلاحم اجتماعي ما بين الدول ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن على مستوى الشعوب من ناحية الثقافات أيضا يعني أنا أعز أقول أن مصر رائدة في ثقافتها فهي بأرض منارز الثقافة لكل الدول وأنا بقول أن النهاردة اللي باشعر بالنهاردة لا فيه وعر رأي جامعي وفيه نوع من أو أنواع التوحد لوصول رأي على طاولة كوب 27 إن شاء الله إحنا نتكلم على تغيرات مناخية تغيرات مناخية تؤدي إلى جفاف للأنهار في دول تؤدي أيضا إلى ارتفاع درجات الحرارة في دول أخرى وفيضانات في دول مغيرة إيه التحديات اللي بتواجه الأبنى وطباقين؟ زي ما أقول للوقت المحاصيل الزراعية هي أكثر المحاصيل تأثرا يعني المحاصيل زي محاصيل الأمح زي محاصيل الأرز هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي بتوقف عليها اقتصاد دول وبالذات احنا نتكلم على مصر احنا ارتفاع درجة الحرارة لو درجة نصف مئاوية هيؤدي إلى انخفاض انتاجية محصول الأمح ما يتعدى 9% لو درجة واحدة يوصل 9% درجة يوصل 18% في محاصيل زي التماطم وده حصل في سنوات الفات المحصول زي محصول المانجو محصيل كثيرة جدا بل إنه ممكن جدا السنة الفات تختفت تقريبا للمانجو السنة القبل الفات السنة الفات اختفت بفعل ده هيغير خرطة الزراعة في مصر ده بكل تأكيد فيه حبوب كثيرة جدا هتتحرك من الجنوب إلى الشمال مع الاتفاع درجة الحرارة الانخفاض والاتفاع بدرجة الحرارة خطيب جدا على المحاصيل الاستراجية ليس فقط فيه الانتاجية ولكن فيه الجودة أيضا ولذلك احنا بنواجه دلوقتي احنا لا بد من فورا أن تقوم المراكز البحثية وبالتحديد البحث الزراعية لا بد أن تدعم يعني أنا أعتقد أن الدولة هتوجه كل دعمها إلى المراكز البحثية لإنتاج سلات تقاوم استنباطل السلالات الجديدة آه التجارات المناخية عايزين سلات كفائتها عالية جدا في الانتاجية عايزين توصع مش بس توصع أفقي لا عايزين توصع رأسي في حجم الانتاجية عايزين سلات مقاومة للتملح لأنه فيه طبعا هيحدث بلا شك أنه هيحدث غرق في المحيطات احنا متوقعين ذلك متوقعين أنه ارتفاع منسوب الماء هيؤثر تأثير كلي على هذه المحاصيل بل هيؤثر على المنظم الدلتا ككل يعني فيه بعض الدراسات تقول أن الارتفاع منسوب المياه هيؤثر على الدلتا ككل وفيه أراضي كتيرة ممكن نفقدها بسبب الارتفاع وإحنا فعلا الدولة بتاخد خطوات احترازية فيه لسه شكرا شرحت داي في اسكندرية السواحل هيحدث ارتفاع الماء أكتر من متر ده شيء خطير جدا ده متوقع متوقع أنه هيحدث نكلم متر وعشرين سنتي تقريبا متوقع أبي يا عشرين سنتي لأنه مهما كان من حجم الإنجاز الهاتم في هذا المؤتمر أنه استحالة هنقول النهاردة من يملك عصى موسى استحالة أنت بتكلم عن تغيرات لها 150 سنة استحالة إحنا تصد لها في سنة ولا 32 التأثيرات هتظل أكتر من 20 أو 30 سنة فإحنا بس المفروض لا تزيد درجة حارة الأرض عن درجة ونصف مقاوية في 25 زي ما نقول لكن رغم عن ذلك في غير الخطورة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية هي أكثر المحاصيل تأثرا الإنتاج الحيواني هتأثر تأثير كبير جدا ونفس اللي قلنا في الإنتاج الدباتي هنقول في إنتاج الحيواني إحنا عايزين سلالات مقاومة لتغيرات لأنه الأمراض خريطة الأمراض هتتغير هتجينا أمراض مكاش موجودة هتاني مكاش موجودة من المرة هتعاد أمراض كانت موجودة سابقا عايزين رفع عندي سلالات سبب تغيرات الطقس التغير الطقس ده لا يحدث عايزين سلالات طبعا مقاومة للظروف المناخية السيئة المتوقعة نعم لكن دكتور يمكن أسأل حضرتك سؤال وحديك تصحح للمعلومة هل الإنتاج المحلي كافي لمواجهة هذه التغيرات والتأمين الغذائي والله إذا يعني أنا خلينا نتكلم من أنتها الصراحة بشافية إحنا لدينا معضلة حقيقي أولا اقتصاد دولة إحنا خلينا محقين إحنا دولة مستهلكة إحنا لابد أن نعود مرة أخرى إلى دولة زراعية بالنظم الحديثة اللي احنا بنعمله فيه مئات الأفدنة وإستطراع الأراضي الحديثة النهاردة إذا حدث توسع بهذه الكيفية في إستطراع الأراضي الحديثة بالأساليب الحديثة أقول لا ممكن مصر تقف لا تتأثر تأثر كبير لكن هتتأثر ده أمر واقع هيحدث هيحدث ولكن إذا تم الإنتاج المحل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية وأيضا تم التوسع في استخدام نظم الرأي الحديثة هل ده يكون كافي لمواجهة وأيضا يعني برضو نقول عملت مراكز البحوث الزراعية في توفير سلالات أو استنباط سلالات جديدة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية هل ده يعد بمثابة مفتاح النجاة من هذه الأزمة على الأقل 90% على الأقل 90% ده نسبة كبيرة مش أولي نسبة أقل وأنا بقول كلام ده وعلى مسؤوليتي لو حدث هذا التوجه اللي حدث من مصر من القيادة السياسية والشعب كل واعي بما يحدث على الأرض نحن متاجين شعب واعي لما يحدث على الأرض سواء كان على المستوى الإقليمي المستوى المحلي أو على مستوى العالم نحن نهارده في كارثة دول كبيرة جدا نهارده هتحدث فيها مجاعات غزائية وده حقيقة مهما كانت إمكانياتها لكن مع هذا التغير الرهيب جدا نحن نهارده عمرنا ما شفنا درجة الحر بأين درجة في دول أوروبا عمرنا ما شفنا الفيضانات والحرائق الموجودة جفاف الأنهار جفاف الأنهار مع توقع الحروب المستمرة ما تقولش النهارده هتخلص بكرة أو بعض من يعلم أن هذه الحروب سمر سنوات سنوات الدول الكبرى اللي تدخل في مجاعة احنا بقول هذه الدول النامية احنا دولة نامية وخارجها من كارثة ولا بد نقول أنه مصر من بعد 2011 احنا كنا محتاجين عشرين سنة عشان نرجع تانيلا احنا الحمد لله في خلال سنوات قليلة عادت مصر بقوتها الحمد لله احنا محتاجين شعب واعي يعرف ويفهم ويقدر ما تقدمه القيادة السياسية ده نمر واحد اتنين من الاتنين سنزا قدم التوعية دي دكتور خالد التوعيدي للفلاح يعني أنا أهم حاجة هنا المزارع لأنه هو من سوف يزرع السلالات الجديدة ألاف من السنوات لأنها كانت مهنة متوارثة كلام ساعدتك مضبوط ولذلك هناك يعني عبق أكبر على وزارات زي وزارة الزراعة وزارة الري وزارة البيئة ووزارة الزراعة مهمة جدا يعني لا بد من تغيير تغير في خارط الزراعة لازم نرجع لتاني لازم تكون هناك سياسة زراعية واضحة نرجع تاني للدورات الزراعية نرجع تاني لأن الإرشاد الزراعي القوي الفلاح محتاج سريا لا بد من توفير المجربة أنا لا بد من توفر الفلاح آليات تمكنهم أيضا من التصدي للتغيرات المناخية لأنه لو هو اعتمد على الآليات القديمة لا ستبقى في كارسة لو اعتمد على البذور القديمة واعتمد على الطرق القديمة من رأي بالغم لو اعتمد لا مش هتقدر يعني مع هذا أنا بقول إحنا قادمين على جفا ده قولا وحيدا في مصر على مستوى العالم ده حقيقة لو استمر لو لم يلتزم إحنا عشان بنقول عشان كده كوب سبا وعشرين إلزام والتزام إلزام من حيث القوانين والتزام من الدول أصلا القديمة مش قضية دولة قررة واحدة العالم كله راح لجهة أخرى صحيح فإذا لم يكن يعي العالم وقادة العالم هم الصفة هم المسؤولون عن شعوبهم إذا لم يعيهم هذه الخطورة المقدمة عليها العالم ده كارسة كبيرة جدا ولذلك يقول سيادتك ما يحدث في مصر الآن خلال هذه الأسابيع القديمة ويكون هذا المؤتمر ده في غاية نقلها للعالم كله ليس للعالم كله وبالأخص الأفريقية لأنه أكثر الدول تأثرا الدول الفقيرة هي أكثر دول تأثرا نعم نحن نتكلم على مشروعات عملاقة موجودة عندنا في مصر نتكلم على تشكة نتكلم على الدلتة الجديدة اللي يمكن القوان بتاعها والركيزة الأساسية لها مستقبل مصر نتكلم في مليون ومئتين ألف فدان نتكلم على زراعة أراضي في سيناء أيضا واللي بتعد من ضمن تنمية سيناء شايف المشروعات القومية العملاقة دي تعتبر نموذج رائد نقدر نصدره ليه الدول أو يتم طرحه على أجندة كوب 27 تحديدا كيف تعاملت مصر مع هذه الأزمة وتنبأت وتصدت لها أو حاولت أن تتصدى لها من خلال إنتاج أراضي زراعية بديلة قادرة على إنتاج محاصيل تتلقى مع تغيرات المناخ كلام 600 مئة احنا أولا عن مستوى المحلي احنا نشعر بهذا الأمر يجب أن الشعب المصري كله يشعر بهذه النقلة اللي قدت لأنه تصدى في أكبر كارثة موجودة الآن ثلاثة أزمة تتكلمنا عنه وانت مشعر بنقص الأمح أنت النهاردة يعني إحنا كنا بتكلم زي ما قلنا حروب هتكون حروب طاحنة ما بين أبناء الوطن لرغيف الخبز النهاردة عندي مخزون ستة أشهر العالم كله بينزل للمصر نظر الاحترام وتأدير النهاردة في السياسة المصرية اللي زينا في إقلمنا لكن أنا بقول إحنا عايزين استمرارية لابد أن يكونها استمرارية على مستوى كل دول العالم استمرارية فيه التوجه نحو الأخضر لابد أن يكون هناك اتفاق واتفاق جازم من دول القارات المختلفة من دول العالم من القادة على أنه لابد أن يكون هناك نصل إلى مرحلة في هزيرو كاربون صحيح لابد أنه أنا أقول أن غازات الاحتباس الحراري موجودة لابد أن تكون موجودة في القرون لكن بكميات محدودة زي ما خلقها ربنا سعى تعالى عشان تحفظ درجة حالة الأرض سنة البناء الضوئية أيضا موجودة موجودة لكن أنا هذا الانفجار الكبير جدا في غازة الكاربون وغازات الدفئة زي الأكاسيد المختلفة أكاسيد النيترجين وزي الميسان وغيرها من الغازات هو أدى لهذه الكارثة أنا أقول مصر نموذج يحتزى به سواء في أهم شيء نموذج في التوسع في الأراضي الزراعية في صلاح الأراضي في الإنتاجية العالية صحيح يعني زي ما حالك قلت في الختام نقدر نقول أن الموضوع هو الزام والتزام الزام الدول بالقوانين وما أسهل الزام الدول بالقوانين لأنه مجرد حبر على ورق لكن لابد أن يكون هذا الحبر ليس مجرد حبرا على ورق بل يطبق وتلتزم به الدول وهنا أتحدث عن التزام ليس فقط من الدول ليس فقط من المنظمات الخاصة بيئة المجتمع المدني أو المنظمات الدولية أيضا لكن الزام للشعوب أيضا بأن تتكاتف الشعوب جميعا ويعني تتلاشى الخلافات من أجل العودة مرة أخرى إلى الطبيعة المناخية يمكن المنح المولى عز وجل للكون عشان نقدر نحن نعيش ونتعايش في أمن وسلام نشكر حياك دكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجمعات حدوان شكرا شكرا طيب دولتي مشاهدينا خلونا يعني لسه موجودين وبنناقش هذه القضية قضية التغيرات المناخية اللي في الحقيقة بتستعد مصر لاستقبال مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ في مدينة شرم الشيخ كوب 27 وعلى أرض شرم الشيخ في إنجازات وفي تغير حقيقة بيحصل بتتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وهو ده اللي هنعرفه منذ مننا أحمد الحسيني لنا أبرز الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا أحمد صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر بداية خاليني أأكد على كلام ضيفك العزيز الدكتور خالد القاضي بالفعل المؤتمر وقيمة المناخ كوب 27 لها أمية خاصة والقل بيترقب نتائج هذه القمة في أستادس من نوفمبر القادم بإذن على الأرض هنا وفي مدينة شرم الشيخ أصبحت المدينة مهيئة ومجهزة بالكامل لاستقبال هذا الحدث المهم الشهر القادم هذا الحدث الذي يضم الآلاف من المشاركين الدوليين بالتحدث عن 197 دولة بتشارك في فعليات هذه القمة خليني أبدأ معك بداية أحمد جولتنا هنا النهاردة وإحنا في شرم الشيخ مع جولة رئيس الوزراء في يومه الثاني واللي أتمها امبارح وبدأ جولته امبارح بالمرور على الأوتوبيسات والتأكد من استكمال منظومة النقل الزكي وطبعا احنا عارفين المدينة شرم الشيخ بتستعد لاستقبال قمة المناخ كوب 27 بمجموعة من الحافلات الزكية اللي هتم أو هتكون بتوصيل زوار القمة بالمجان من محل إقامتهم لغاية الفعاليات المؤتمر سواء كان في المنطقة الخضراء أو المنطقة الزرق هذه الحافلات بتضم 260 أوتوبيس منهم 120 أوتوبيس بيعمل بالغاز الطبيعي و140 أوتوبيس بيعمل بالقهرباء وهذه الأوتوبيسات هي إطوبيسات ذكية بمعنى أنها فيها أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة من خدمة جي بي اس واي فاي يو اس بي وكمان فيها مجهزة الأوتوبيسات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي مجهزة كمان لاستقبال دوي الهمم بالتالي احنا بنتكلم عن منظومة زكية جدا في الحافلات والمواصلات هنا اللي بتشهدها مدينة شرم الشيخ استعدادا لهذه القمة المهمة وبالتالي رئيس الوزراء اطمأن أمس في بداية جولته التانية هنا في مدينة شرم الشيخ أو بداية جولته في اليوم التاني هنا في مدينة شرم الشيخ اطمأن على سيرة منظومة الأوتوبيسات اللي أصبحت بالفعل مجهزة يمكن احنا رحنا صورناها بالكامل وتأكدنا وقمنا بعمل معيشة وجولة لها في مدينة شرم الشيخ بعد انتهاء رئيس الوزراء من جولته في الأوتوبيسات والحافلات ومنظومة النقل الزاكي الصديق للبيئة هنا في مدينة شرم الشيخ توجه سريعا إلى مدينة سانت كاترين وفي سانت كاترين بدأ رئيس الوزراء جولته بجولة في مطار سانت كاترين واللي تم تطويره بشكل كبير أحمد احنا سانت كاترين في الفترة القادمة هتشهد تطور كبير جدا لم تشهده من سنوات ماضية بشكل كبير المطار مطار سانت كاترين من المقرر أنها يستوعب ستمائة راكب في الساعة وده اللي اطمئن عليه دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مالبولي خلال جولته امبارح في مطار سانت كاترين وبعد كده توجه إلى المدينة نفسها وشاهد أيضا مركز الزوار الجديد الذي يتم إنشاهه في مدينة سانت كاترين في مدخل المدينة بالإضافة إلى المشروع الكبير الذي يأتي بتوجهات من القيادة السياسية ومشروع التجلي الأعظم بالإضافة أيضا إلى الفندق الجبلي وعدد من المشروعات التي تشهدها مدينة سانت كاترين في الفترة الحالية وتحدث مع عدد من الشيوخ في مدينة سانت كاترين شيخ القبائل وأيضا من القساوسة وأطمأنا أيضا على سير العمل والمنجازات التي تتم في مدينة سنة كاترين بالتوازي مع مدينة شرمشيخ بالعودة مرة تانية إلى مدينة شرمشيخ اللي غلصت أصبحت جهزة تماما لاستقبال هذه القمة في السادس من نوفمبر القادم بإذن الله هناك أيضا مشروعات يتم تطويرها من بين المشروعات اللي بيتم تطويرها هنا في مدينة شرمشيخ هو مدمار الهجن وأنا أتكلم شوية عن مدمار الهجن ياحمد لأن مقرر أن يوم 27 نوفمبر الشهر القادم مدينة شرمشيخ هتستقبل مسابقة دولية لبطولة الهجن وبالتالي تم تطوير الهجن هنا في مدينة شرمشيخ تم إنشاء مدمار للهجن على أعلى مستوى بطول 6 كيلو متر بالإضافة إلى تحديث وتطوير المنصة الهجن المنصة الرئيسية اللي بتطل على مسابقات الهجن هذه المنصة ياحمد كانت في البداية هي منصة مكشوفة ولكن تم بعد كده إنشاء هذه المنصة لتكون منصة مغطاة مكيفة وفيها أيضا تكنولوجيات عالية بالإضافة إلى إنشاء أماكن لمعيشة الجمال وفي كمرحلة أولى بتصل أماكن معيشة الجمال إلى 50 جبل هذا بالإضافة إلى مستشفى بطري ومسجد بيتم أيضا عملهم في هذه المنطقة منطقة مدمار الهجن بالإضافة كمان إلى قرية بدوية بالإضافة إلى العديد من المنشآت التي تقام في مدمار الهجن مدمار الهجن بيقام في المنطقة بجوار منطقة السفيري وعايز أقول لك إن مبارح برضو لما شفت هذه المناطق كلها كانت فيها عدد كبير من السياح وتحدثت كمان مع البدو اللي أكدوا إن إنشاء هذا المدمار مدمار الهجن بيرفع من مستوى الجمال بشكل عالي وبالتالي كمان بيرفع من مستوى بطولات مصر وبطولات شرم الشيخ فيه بطولات الهجن على المستوى العربي والمستوى العالمي كمان يعني التطور كبير بتشهد مدينة شرم الشيخ في كل المجالات وبالتالي نحن فخورين جدا بهذا الإنجاز الوطني اللي بيتم هنا إليك أحمد في الاستوديو شكرا لك أحمد الحسيني وفي الحقيقة يعني من خلال السرد والتفاصيل شوقتني اللي أنا أروح وأشوف مدينة شرم الشيخ لأنها قد تبدو مدينة مختلفة تماما يعني عما كانت عليه مدينة شرم الشيخ كان بتعتبر ضرة التاج للمدن السياحية المصرية وفي الحقيقة هي مازالت ضرة التاج لكن فيه نهضة حقيقة وفيه تطوير بيحصل في مدينة شرم الشيخ وبتتحول للأغدر وبتتحول لمدينة ذكية مدينة تعتمد على الطاقة النظيفة في تشغيلها بيئة الكامل فيعني أكيد الطقس والجو هناك هيبقى مختلف وطقس نظيف عما كانت فيه وهو أيضا كان كده لكن إحنا بنرتقي بالمدينة لاستضافة حدث هو الأبرز والأهم كوب 27 وده بيأكد أن في مصر ما بقاش فيه حاجة مهملة لم يعد شيئا مطروكا كل شيء موجود في مصر بيتم تعظيم الاستفادة منه وهو ده اللي انت قلته بيحصل تحديدا في مدينة سانت كاترين من تغير تام لهذا المقصد السياحي الديني الهام مطارات طرق بتربط شرم الشيخ بدهب بطابة فيه تفاصيل كتيرة قوي بتحصل يعني بتخلينا مستعدين اللي احنا كمان ننظر ماذا سيحدث في قمة المناخ كوب 27 شكرا لك أحمد الحسين مرة تانية ومشاهديننا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا حتى العاشرة صباحا